أيام كلها خير وبركة وأجمل أيام لأيام العشر الأواخر في رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر النهاردة ليلة 27 رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وبركة ربنا يا رب كده يرزقنا خير هذه الليلة المباركة اللي بتتنزل فيها الملائكة على الأرض بالخير والرحمة من عند الله سبحانه وتعالى نشعر بيها جميعا كمؤمنين جميعا بحالة كده من حالات الطمأنينة والسلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز سلام هي حتى مطلع الفشر ليلة القدر يعني ليها فضاء العظيمة وليها منزلة كبيرة جدا عند المولى سبحانه وتعالى فيها نزل القرآن الكريم إن أنزلناه في ليلة القدر عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيضاع فيها الأجر والثواب على الأعمال الصالحة فأجر العبادة فيها خير من أجر العبادة في ألف شهر زي محمد كان بيقول لحضراتكم ألف شهر كده بحسبة بسيطة يا محمد يعني حوالي 84 سنة اللي هو متوسط عمر الإنسان فإنه الإنسان إن إحنا نبقى قاعدين كده حسين بالخشوع وحسين وبنتأمل في فضل مش بس ليلة 27 ولا فضل ليلة الليالي الواترية بشكل عام لكن فضل العشر الأواخر في رمضان ده مهم قوي وبلاش المداخل الشيطان أنه أنا ما عملتش اللي علي من الأول أنا فوت حاجات في رمضان أنا حتى آخر عشر تيام ما لحقتش أغتنمها كما يجب أن يكون لا والله العظيم ساعة واحدة دقيقة واحدة فيها صدق مع ربنا ممكن تكون بالشهر كله وبالدنيا ما فيها بجد يعني أنا الناس اللي يقولوا الواحد خلاص مثلا أثر شوية في بداية رمضان ممكن لا يدرك فضائل هذا اليوم العظيم وهذه الليلة العظيمة ليلة القادر لا ما فيش حاجة اسمها لا أدرك هذا اليوم أو أنا أصرت طوال رمضان ممكن في لحظة واحدة في لحظة صفاء روحي مع ربنا ولحظة صدق حقيقي ربنا بيخفر كل الذنوب فهي ليلة عظيمة جدا وهذه الليلة لها فضائل كثيرة ذكرت في الخطاب القرآني وذكرت أيضا في السنة النبوية المشرفة الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيما معناه من قام ليلة القادر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ربنا يا رب يجعلنا من عطقاء النار في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم شهر كله خير نزود الطعاط والعبادات حتى لو إحنا يا جمانا بيش بس العبادات المهم دايما بنأكد في برنامجنا صباح الخير مصر بيش بس العبادات العمل الصالح التبسم في وجه أخيك المسرعة في عمل الخيرات يعني نحاول خلاص الأيام أيام الشهر الكريم والفضيل ما تخلص نحاول نسابق بعض في الخيرات ونقدم المساعدة للناس والمساكين والمحتاجين صحيح يا محمد النهاردة فرصة عظيمة عشان نغتنم فضل هذه الليلة المباركة بالعبادة والطاعة وعمل الخير التكافل ورحمة وقراءة القرآن النهاردة نقدر أن احنا نقتنم هذه الفرصة نقدر أن احنا نعود مع نفسنا بس كده لحظة صفة يعني تعودوا في مكان تحولوا على قد ما تقدروا أن أنتوا تقروا قرآن بتدبر طبعا على قد ما تقدروا حاولوا حتى أن أنتوا صلة الرحم للتبسم أن أنت تقدر تساعد حد في الشرع الحاجات البسيطة دي مهمة قوي بس أهم حاجة الصدق تبقى عملها فعلا من قلبك وابتغاء الوجه الله تعالى ربنا يتقبل مننا جميعا الصيام والصلاة والقيام ويجعلنا يا رب من عطقاء في هذه الليلة المباركة ويبلغنا ليلة القدر وراء تانية بنصبح على حضراتكم جميعا صباح الخير واستعادة عليكم صباح الخير يا مصر